أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن جامعة عجمان وبمجب المرسوم يعاد تنظيم الجامعة لتكون مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية تتمتع بشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها المقررة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة ولا تسري في شأنها الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة